الايس كريم تعمه طحفة فعلا الايس كريم تعمه جميل جدا واليوم كله كان حلو قوي اه اليوم كان حلو جدا عاشها جميل وسينما الفيلم كان طحفة وختمناها بالايس كريم معقولة انت انت كان مع اليوتيوبر ايوا هو انا انا معجبة جدا بكل فيديوهاتك وبتدحكيني جدا شكرا جدا الحمد لله اني فيديوهاتي عجبتك ممكن اخذ صورة معاك اه طبعا ينفع ان تصور مع بعض ممكن تخلي المساعد بتاعك يصورنا اه طبعا مفيش مشكلة ممكن يا شادي تصورنا وان تو سري وريني وريني الله السورة طحفة قوي شكرا جدا العفو يلا يا شادي عشان اتأخرنا باي باي انا متوترة قوي عشان البرنامج اللي هطلع فيه في التلفزيون النهاردة ما تقلقيش الناس كلها بتحبك وهتعملي برنامج حلو شكرا قوي لتشجيعك انت فعلا احسن مساعدة انا بس متوترة شوية لا ايه دي ايه دي ايه دي خالص كل حاجاتها بكويسة ازايك يا كارما ممكن اتكلم مع جديد ايه لا 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 مفيش اي وقت تفادي النهاردة لا يا داليا اكيد عندي وقت الخطيب طبعا ممكن بس تسيبينت ايه او تعملين لنا قهوة بسي انا في حاجات مدايقاني في فترة اللي فاتت ايه هي انا كنت قاعد بفكر فاقرة اليوم اللي البنت كانت تتصورت معك فيه في محل الايس كريم ليه مرتلهاش اللي انا خطيبك وكانت بتحسبني المساعد بتاعك ايوة تا كان سوق تفاهم معلش انا عارفة انها حاجة غريبة على العموم انا اسفة انا خايف بس الشهرة تغيرك ما تقلقش عمر الشهرة ما تغيرني توعد وعمل حسابك هديكي معي النهاردة وانا رايح البرنامج ويلا عشان توصرني البرنامج انا متوترة قوي يا شادي خايفة الناس ما تحبنيش في البرنامج ما تقلقيش انت اصلا الناس كلها بتحبك انت بس اخليكي على طبيعتك انا بس عشان اول مرة اطلع في التلفزيون فتيحة غريبة علي انت زكية البرنامج هيبقى حلو جدا شكرا قوي يا شادي على تشكيعك لي كارما انت هنا انا مبسوط اني شفتك النهاردة معقولة ادهم اليوتيوبر المعروف انا مبسوطة اني شفتك جدا اكيد مبسوطة انا ادهم اكبر يوتيوبر في مصر انا لغاية تلوقتي مش بسدق اني قابلتك وهبقى في برنامج واحد معاك اه اه نسيت عرفك انت شادي ادهم انا مبسوط اني شفتك اه اه ماشي مش مهم انت محظوظ يا شادي انك واقف مع كرمة وادهم دي فرصة مش بيتيجي لناس كتير ويلا عشان البرنامج هيبدأ وانت يا شادي اقوموا في برا وطبعا كنا مبسوطين معاكم جدا ويارب الحلقة تكون خفيفة عليكم وبعطونا لو عجبكم بالبرنامج كان برنامج جميل يا ادهم اه اكيد خلاص تمام انا همشي بقى لا احنا لسه ما تكلمناش في الشغل شغل ايه احنا لازم نعمل فيديوهات مع بعض هيجي لنا مشاهدات ومشتركين اكتر تفكرة كميلة يلا بينا ايه دا هم راحوا فين ماشي مستعدت سفري حالا ايه دا اسافر فين هنسافر دبي في واحدة يوتيوبر هناك هنروح نعمل معاها فيديوهات اه طبعا موافقة كورما انت ازاي تسيبيني وتمشي كده شادي انا اصفى ماخدتش بالي كنت مشغولة في البرنامج وكنت بتكلم مع ادهم في شغل شغل ايه دا احنا مسافرين النهاردة دبي علشان هنعمل فيديوهات مع يوتيوبر كبيرة هناك ازاي تاختي كرر لواحدك كده طيب يا شادي معلش هكلمك لما وصل دبي لا لا مفيش داعي باي باي ومين الشخص الغبي دا اللي ماشي اوراكي في كل حتة دا قصدك شادي هو خلاص ماشي خلينا نغير الموضوع هقولك نصيحة ما ينفعش واحدة مشهورة زيك تبقى مخطوبة لحد مش مشهور زي الولد دا احنا مخطوبين بقالنا فترة وهو انسان كويس صدقيني انت لسن تبقى مع حد مشهور زي وهتبقى في حتة تانية خالص لاني هبقى معاكي انا عمي ما فكرت بالطريقة دي اسمعي كلامي انا على طلزة يلا علشان نرحق الطيارة اشتركوا في القناة هيجي مشاهدات كتير جدا اكيد ويلا عشان نرجع مصر ازايك يا شادي ازايك يا كرما شكلك حلو قوي النهاردة شكرا قوي وانت كمان اسف قبل ما تسافري كلمتك بطريقة وحشة شكرا قوي على الاعتذار بس انت كان عندك حق احنا فعلا حياتنا احنا الاتنين مختلفة جدا ومتهيالي لما نبعد عن بعض هيبقى احسن ليه وليك بتقولي ايه؟ اكيد بتهزري ده مقلب صح؟ لا يا شادي ما بهزرش تيه الحقيقة هيبقى احسن لو بعدنا عن بعض بس ازاي؟ احنا بقلنا مع بعض عشر سنين انا اسف يا شادي بس احنا فعلا حياتنا مختلفة وانا مضطرر كده باي باي كارما استني انا مش عارف كارما تغيرت ليه كده مرة واحدة ايه ده؟ ايه الصور دي كلها؟ كارما مع ادم اللي كان في البرنامج وعمل معي فيديوهات كتيرة قوي في يورتيوب فعلا كارما اتغيرت الفيديو ده جامد هيجيب مئة الف لايك لا مليون اه فعلا فيديو حلو قوي ايه رأيك نطلع نتعشى مع بعض النهار ده؟ اتسري بالمساعدة بتاعتي وهي هتشوف لجمعات فاضي معقول اتصل بالمساعدة بتاعتك علشان اخد معت؟ اصل انا مشغول مشغول جدا وعن فكرة كده الشغل ببيننا انتهى هو احنا كانت علاقاتنا شغل بس؟ ايه وطبعا احنا عملنا فيديوهات جندة وجه الوقت اللي احنا تدوله لحد تاني نعمل معاه فيديوهات انا معرفش اللي احنا ما ببيننا شغل بس انا كنت متخيلة احنا عناقاتنا اكتر من كده احنا كان عندنا هدف نكبر كنواتنا احنا بفعل عملنا كده فخلاص احنا لازم نشوف حاجة جديدة نعملها انت بتهذر؟ ادهم مش بيهذر ويلا ما تضيعيش وقت اكتر من كده انت فعلا شخص استغلالي وشرير وانا مش عايزة اتكلم معاك تاني ولا اعرفك جديدة غلطة كبيرة قوي مني اني بعدت عنك وقربت الاذهم واتضح ان هو بيستغلني انا اسفة انا فعلا غلطت غلط كبير ونفسي نرجع لبعض وانا كمان اسف يا كارما مش هنقدر نرجع لبعض تاني انا كمان اتغيرت انا اسف طبعا على حاجة اللي حصلتلك بس يصدقيني ما ينفعش نرجع تاني لبعض عندك حق ايه شادي ما سلم